السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وبيه نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آه وصحبه أجمعين كنا وقفنا عند استحباب السواك عند الصلاة الآن الثالث عند الانتباه من النوم أي عند الاستيقاظ من النوم يتأكد استحباب السواك وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل يشوص فاهو بالسواك أي يدلك أسنانه بالسواك الرابع عند تلاوة القرآن أي استحب لك ويزداد استحباب السواك إذا أردت أن تتلو القرآن وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا تسوق ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدن منه حتى يضع فاهو على فيه أي يضع الملك فاهو على فيه المصلي قال صلى الله عليه وسلم فما يخرج من فيه إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم للقرآن الخامس عند دخول المنزل أي استحب ويزداد استحباب السواك للمسلم إذا أراد أن يدخل المنزل وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول شيء يفعله إذا أراد أن يدخل بيته يتسوق السادس عند تغير رائحة الفم أي استحب عندما تتغير رائحة فمك أن تتسوق ويتأكد استحباب السواك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهر للفم ومرضاط للرب وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكل من استمع إلى هذه الدور سيحصل على إجازة سمعية شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا